اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكن المنظرين بيقولوا انه فقط اعصابه وتنرفز ومعملش كنترول على نفسه يعني غضب ده الموقف الاولاني الموقف الثاني عند شجرة التين بيقول احنا نعرف طبعا لما كان دعين فبيقولوا انها لعنها فأي رأي حضرتك في الموقفين دون ربنا يباركك طيب شكرا جزيلا اخت نهال الرب يباركك ويعني بكل بسيطة يعني لو الناس بتقرأ كلمة الله لو بتقرأ كلمة الله الحل موجود المسيح مثل ما ذكرت لما قاله بموائد السيارفة والباعة مين اللي كان بيحكم في تلك الايام لو الناس بتقرأ التاريخ المؤرخ يوسيفوس شو بيحكي عن هذه العائلة اللي هي طبقة الصدقيين اللي اجت منها رئيس الكهنة للأسف المفروض يكونوا مثال للمجتمع شو حتى اغسطس بيحكي عن هرودس ولا بيحكي عن هذه الجماعات بكل بساطة هذه الجماعة اللي هو حنان رئيس الكهنة فأيام المسيح طبعا أقالته الحكومة الرومانية وكان صهره اللي هو قيافة كان رئيس للكهنة بس الكلمة الآمر الفعلية بالواقع هي كانت لحنان أمام طبعا الجميع وحنان كان عنده خمس أولاد اللي كانوا رؤاسة كهنة وطبعا الحفيد اللي هو أليكسندر أليكسندر اللي هو كمان الحفيد الأصغر كمان كان رئيس للكان هذه العائلة كانت تملك كل شيء دار الأمم اتعاملت عشان الناس الغربة تيجي تعبد لالله بتآمن في إله إسرائيل بعبادة الإله الواحد لكن طبعا فيه شيء طبيعي فيه ممنوع يستخدم العمل الأجنبي لازم يحولوها للشاقل اليهودي على الأساس ما تتنجس بس صاروا يأخذوا ضرائب أسعار أعلى من السوق الحاجة الثانية اللي جاي من اليونان واللي جاي من تركيا واللي جاي من الإسكندرية أو من آسيا الصغرى إلى آخر وجايب معا دبيحة على الطريق يمكن تضررها فكان لازم يشتروا ذبايح فيمكن رئيس الكهن يتطلع والكهن يقول لا هاي ما بتفدش على أساس يشتروا ذبيحة بسعر أغلى في الهيكل فالبوينت إنه هاي الناس استخدمت بيت الله جعلوه مغارة لصوص ومن بالجدير ومن أجدر أن يعرف قلوب الناس غير يسوع المسيح يقول الكتاب اغضبوا ولكن لا تخطئوا هذا يسمى غضب طاهر هذا غضب مقدس كما نغضب عندما نسمع عن رجل كبير في السن يغتصب طفلة مثلا عمرها تسع ولا عشر سنوات بتلاقي كل المجتمع يقوم ضد هذا الرجل هذا اسمه غضب مقدس أو منسمع عن القتل اللي حدث في بلادنا بدون أي مبرر باسم الدين وباسم الله ما فيش مبرر بحط في قلوبنا غضب مقدس هذا ما حدث مع يسوع المسيح أما بالنسبة للعن شجرة التين أحبائي كان ربيع وبتعرفوا في الربيع أي واحد بيسكن أرض فلسطين في الفوج الأول التين اللي بيسموا الفج بيتكلم عنه نشيد الأنشاذ بيتكلم عن ظهور الربيع وأن التين أقعد الفج يعني طلع وهذا بيطلع بسرعة يعني فترة أسبوعين بفيض هيك فورة واحدة وبعدين بينزل هذا التين مش للبيع هذا التين بيأكلوه أصحاب الأهل لكن الموسم هو في شهر آب في أغسطس فكل واحد بيعرف لما المسيح لعن كان هو داخل حتى يطهر الهيكل في رسالة لأنه في تين جيد وفي تين رديء بحسب العهد القديم وقبلها من شوف أنه الشجرة التي لا تثمر مكتوب اقطعها قال لأرحمها يعني أعطيها مهلي كمان سنة فالظاهر أنه المسيح قال لأورشليم آه لو علمت ما هو لسلامك لأنك لم تعرف زمان افتقادك فالمسيح بيتكلم على الشجرة هو الخالق ما فيش أي حق نقول ليش بتيبس الشجرة من أصولها هو أصلا الشجرة اللي ما بتجيب ثمر كان عليها ورق جميل وهذا بيرمز إلى الرياء الديني اللي متمثل في فئة المتدينين في أورشليم لكن برضو علمنا عن درس بالإيمان ومهما طلبتم حينما تصلون فآمن أن تنلو فيكون لكم بحسب الرسالة أو الإنجيل مرقص إصحى 11 آية 24 علمنا درس عن الإيمان علمنا درس عن الصلاة علمنا درس أنه كل شيء مستطاع لدى المؤمن عندما نصلي هاي بكل بساطة أختي الحادستين اللي تتكلمتي لكن لو قرأنا سياق الحديث والتفسير عنها مفيش أي مشكلة أمشكلة اشتركوا في القناة